اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد مواصلة تبني مملكة البحرين للمبادرات الداعمة لخطط التنمية في مختلف مساراتها مع التأكيد على اهمية الحرص على تنفيذ برامج التنمية التي تراعي تحقيق الامن البيئي ما يترجم اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظاه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امانا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة حيث طلع صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على عرض قدمه سعادة المهندس والبن ناصر المبارك وزير الشيون البلدية والزراعة بشأن اخر مستجدات زراعة اشجار القرم والذي بينا خلاله ان تم مضاعفة الهدف السنوي لزراعة اشجار القرم حتى نهاية نوفمبر اي ما نسبته 163% من الهدف السنوي كما تم استعراض ما تم انجازه خلال عام 2023 تنفيذا لتوجيهة المستمرة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير بمختلف محافظات المملكة وذلك تحقيقا لالتزامات مملكة البحرين بالوصول للحياة الصفري بحلول عام 2060 بما يسهم في دعم جهود مواجهة تحديات التقير المناخي وحماية البيئة وعرب صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الاعتزاز بالجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية التي تتولى مسؤولية خطة التشجير وزراعة اشجار القرم حيث ساهم شقفهم للانجاز المتميز في تحقيق اهداف خطة التشجير وزراعة اشجار القرم للعام 2023 قبل الاطار الزمني المحدد لها وهو النموذج الذي نفتخر باننا اصبحنا نراه في العديد من المشروعات والمبادرات وهو موضوع تقديرنا وفخرنا لا في تنسموه لموصلة مملكة البحرين في التركيز على المبادرات الداعمة لجهود مواجهة تحديات التقير المناخي ترجمة نانسي قنقر